والصلاة والسلام على خيري معلمي الناس الخير محمد وبعد السلام عليكم ان شاء الله اليوم سنقوم بشرح للابونديسيد طبعا البونديسيد انفافور ان شاء الله لفورم تيبيك ماشي غالي فورم سنباز ان شاء الله على لفورم تيبيك تعلبونديسيد او اللي هي نعرفوها الزائدة او المصران الزائد او الزائدة الزائدة طبعا قبل ان نبدأ في شرح للابونديسيد في عنا النقاط الاساسية اللي هادو نشوفهم ان شاء الله هما دياغنوستيك بوزيتيف كومان جو بو دير كوسي سو طابلو كلينيك ايه لطابلو كلينيك دو ابونديسيد دياغنوستيك ديفرونسييل شا هما صالح اللي ممكن يجو مع عندهم او نفس ليسين او نفس الطابلو كلينيك او ممكن يخلونا نخممو بل هذي ابونديسيد هي متكونش ابونديسيد او العكس بل يجينا انسان يشكي عنده دولور عنده ديسين تبان ابونديسيد بالصح ممكن تكون حاجة واحد اخرى طبعا قبل ان نشوف نشوفوا برك اللي هو النقطة الاساسية في الفيزيوباث في الابونديسيد النقطة الاساسية تاع الفيزيوباثولوجي هي انه يصرى عندنا ابستروكسيون في الابونديسيد الافترض انه هذي هي الابونديسيد هذا السيكم يصرى عندنا ابستروكسيون فيها بغض نظر عن الالية اللي غادي يصرى فيها الابستروكسيون وبعد يصرى انفكسيون على مستوى هذا الابستروكسيون انفكسيون وبعد نشوفوا كيفاش الآنفلماسيون غليبان في الدياغنوستيك او الوريونتاسيون تاع الابونديسيد الخلايا الدم البيضاء طيب الابستروكسيون هذا اللي ممكن اعطينا الانفكسيون بعد الانفلماسيون بعد تصرعين الابونديسيد طبعا ابونديسيد ممكن يكون اندولومينال من الداخل ممكن يكون ممكن يكون سيكال من هون جاي من هون او ممكن تيومورة ممكن اي حاجة تبلحها طيب اولا قبل ان نشوف الدياغنوستيك الدياغنوستيك اولا وهي ليفورم لابونديسيد 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 كل انسان يزيد لدينا مجموعة من الحالات ستة لابونديسيد السوزيباتيك هنا مالي كي يكون عنا دولور يكون الدولور هنا الحاجة اللي تكون هنا ممكن تكون ممكن تكون هنا في المتوسط ممكن تكون في المتوسط ممكن تكون سيكال سمالي جاية خلف السيكم ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون في داخل سمالي عنا لابونديسيد لابونديسيد ممكن تكون أبونديس أغوش سمالي جاية ممكن احنا نقولوا هذه صعبة باش تكون أبونديسيد لابونديسيد دون الفوس إلياك غوش طبعا هذا الفوس إلياك خليل المثلة مباشرة هنا اللي يكون على هذه الشاكلة اللي هي التقسيم من المناطق في الابدومين بتكون هي على هذه الشاكلة التقسيم مثلا هذا اللي هو الروبوت هذا وهون بيكون عنا طيب احنا عنا تسع مناطق في الابدومين عنا ليبو كوندر ليبو كوندر درواء ليبو كوندر غوش عنا الفوس إلياك 3 الفوس إلياك غوش عنا الريجون أمبيليكال عنا ليبي غاستريك غاستريك ليبو غاستريك وعنا هون اللي هي لومبير ريجون لومبير غوش ريجون لومبير طيب بعد ما عرفنا هذا التقسيم أو الفورم آنتوميك خلينا نشوف كيفاش نديرو الدياجنوستيك بوزيتيف تع الابوندسيت أوش الدياجنوستيك بوزيتف على ابوندسيت كلينيك باراكلينيك عندك ديسين نشوفها في سوا في الانتروجاتور ولا حتى في الإقزامة كلينيك الفيزيك تعنا وعنا في البراكلينيك اللي هم لاز إقزامة سوا بيولوجيك سوا راديولوجيك اللي غادي نطلبهم من المريض يديرهم ولا احنا نديرو نديروهم للمريض باش نكون فيرمو بلي عنا ابوندسيت ونبدأ منبعد لابريزون شارج ولا الإقزامة باراكلينيك باش ناليميني بلي هذي ديسات خوشوز اللي هما الدياجنوستيك ديفونسي خلينا ندخل في الالكلينيك غادي يجيك مريض المريض هذي شيء غادي يقول لك ايش راني مضرور غادي يأشر على ايش نقطة غالبا هتكون الفوس إيلياك دهواء اللي شفناها قبل شوي هذا الدولور طيب الدولور اللي غادي يجي هذا غادي يكون اسوسي مع ديزوت خوشوز ديزوت خوشيني هذي نصيب عندو الحم نصيب عندو دي نوزيرة بغي يتقية نصيب عندو فميسمو خطراتي تقية ونصيب عندو تخوبل دوترونسي سواء كونستيباسون سواء دياغي يعني ممكن يجي عندنا مريض مضرور مع فييف ومع نوزي أو فميسمو ويكون عندو يكون كونستيبي أو يكون دياغي طيب دون الفوس إليك دروار دولور هذا الدولور غادي يبدأ بس يبدأ دولور كي يسامل حتى يبدأ شوية شوية يوالي دولور كي يتخيز انتنس طيب كي يكون الدولور على شكل شاد كرمب أو ترزون ويكون في الفوس إليك دروار سمالي الكاركتير تعالى دولور كي يكون دولور انتنس دون الفوس إليك دروار كي ساقراب باندون دون الفوس إليك دروار يعني الدولور الانتنسيته ويكون على شكل ترزون أو كرمب طيب احنا غادي نكزاميني المريض انتاعنا هذا كي غادي يجينا غادي يشكي طيب عنا في الإكزامة كلينيك في عنا إكزامة جنرال في عنا إكزامة جنرال في عنا إكزامة جنرال احنا نديرو في حالة في حالة طارق كي يجينا المريض في حالة مستعجلة راح نديرو الإكزامة بسولون الموتيف دو كونسولتاسيوم وزون دابيل في غالب الحالات غادي تكون دروار وغادي عنا مجموعة من الأمور اللي لازم ندركها أولا أنا أمسي بيرني أو ماك بيرني وصين دروفزينغ وصين دو بلونبرغ وش هما ماك بيرني وصين دروفزينغ وصين دو بلونبرغ وكيفاش؟ بناء عليهم نديرو الوريونتاسيوم دياغنوستيك لابوندسيدغ طيب هذا في الكريت يلياك انتيرو سوبريور هذا الامبليك لو قسمنا هذه المنطقة على ثلاثي غادي يولي عنا الخط هذا الثلث ثلث ثلث قال لك إيش لطيب يقول لك راني مضرار ويقشر في الاصبع تاعه على هذه المنطقة فهذه البوندو ماكبيرني غالبا طبعا هذه في غالب الحالات الان انت في هذه الزوندابيل غادي تدير الاكزامة تعالى بدومين وتعالى زوندابيل باش تدير الاكزامة تاعك اول حاجة راح تشوفها اذا كان في عنا دولور غالبا في اللابون ديشيت يكون ايش في عنا دولور يعني ديفونس اه كيف يعني لا يعني لما انت تيجي تدير بالباسيون غادي المريض يقول لك بلي شو راني ينظر كاين ديفونس مريض شو يتحرك باش يخفف من الالم تاعه او يحاول انه يبتعد عن عن هذا الضغط اللي انت اه شكلته على البوندو ماكبيرني السين دوروف زينك اللي هي كومبريسيون دولة فوس إلياك غوش دولك احنا قولنا بللي عنا للفوس إلياك درواء والفوس إلياك غوش في الفوس إلياك درواء غادي تدير اللا كومبريسيون او البالباسيون كومبريسيون على البوندو ماكبيرني بعدها باش تزيد تتأكدوا تحوس على دي سين عادي زوت خسين اللي غادي يزيدوا يساعدونا باش نوصلوا الدياغنوستيكة على البوندو سيت غادي تروح لي السين درووف زينك اللي هي لكومبريسيون دولة فوس إلياك غوش المريض يكون اه راقد اه متكسل نايم اه وانت دير بالباسيون ودير كومبريسيون على الفوس إلياك غوش كي تدير كومبريسيون على الفوس إلياك غوش غادي يشعر بالألم في النفس في النقطة المقابلة هي الفوس إلياك دروعة يعني اذا يعني لبوندو سيت غالبا تكون في الفوس إلياك دروعة انت غادي تكون تدير كومبريسيون في البالباسيون باعك على الفوس إلياك غوش اللي هي من عادي تصيبها للمريض يقول لك راني ننظر من نفس البلاسة اللي فيها لبوندو سيت مايقريم ترى تدير تبالباسيون في النقطة الأخرى او الناحية الأخرى من جسمه السين دولون بيرج اللي هي المريض يكون راغد انت تكومبريمي بالخوف 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 من بعد يعني ترفع يدك بالخوف المريض غادي يصرخ من شدة الألم طبعا كان الدكتور درسنا سابقا قالنا انه خلال 15 عام من عمله في الجراحة سين دوبلون بيرج جامي كانت بوزيتيف و تخلي بلوك ما صابش ابوندسيت هو عنده حالة راه يشوفها في الملاد اللي التوعوا اللي راه يقوموا قال لك جامي درت بلون بيرج كانت بوزيتيف و دخلت ما صبتش ابوندسيت سمالي هو كيكون بلون بيرج بوزيتيف في الحالات اللي ضارهم يكون الابوندسيت عنده 100% غادي يصيبها للداخل طبعا في المدسين مكاش حاجة توجور مكاش حاجة جامي طيب لو توشي ريكتال اذا درنا توشي ريكتال للمريض نتاعنا وصبنا دولور على توشي ريكتال معناتو في عنا ايش ممكن كون ايش رايحة باش يصير ايش ديفوزيون او يصير عنا ايش كومبليكاسيون او مثلا انفلتراسيون تاع الانفلماسون هذي رايح ينتشر في البطن طيب توشي ريكتال سيستيماتيك لا مشي سيستيماتيك توشي ريكتال نفا سيستيماتيك ضون الاكزامة في حالة السوسبيسيون لما الدولور يكون يوجهنا باش ندير او ندير الاكزامة طيب عنا الباراكلينيك في الباراكلينيك عندنا بايولوجيك راديولوجي سيليكوغرافي كتقول ايكوغرافي اول حاجة لازم تجي في بالك علش بس كول إيكوغرافي ربيد ساهل باش ينظار ونون انفاسيه طيب والبيولوجي عندنا الانفلس اللي هو نميقاسيون سير بي سيري اكتيف بروتين والبيتا اش سير جين دوك غادي نقوله كل واحدة وش الدورتاها بالنسبة خلينا نشوف البيولوجي في البداية في البيولوجي عندنا ايش الانفاس غادي نصيبه قبل شوية قلنا في الفيزيو باطولوجي انه غادي يصر عندنا انفلماسيون سمالي انفلماسيون راح الوايت بلوت سيل او غادي تزيد سمالي عندنا حالة من الانفلماسيون في الجسم حالة من الالتهاب الانفاس غادي نصيبه في انه رانا راحين للدياغنوستيك واذا كان اقل من 6 ميلي جرام بار ليتر سمالي راح في البداية يعني ماشي شرط اذا كان سي ار بي اقل من ستي اللي هو يعني في الوضع الطبيعي اقل من ستي نورمال معناها ما كاش عندنا انفلماسيون ممكن يكون ممكن يكون عندنا دولور وفير لكن ما زال سي ار بي ما طلعش لانه ما زلنا في البداية هذا نستخدمه سورته عند بيته يفرز بوساطة يفرز بوساطة سمالي عند الرجالة ما غديش نصيبوه ايش بيته اش سي جي في الوضع الطبيعي فوجود البيته اش سي جي ممكن إليميني يعني ونديرو خاصة عند المرأة المرأة اللي بتكون اللي في العمر الذي يسمح بالحامل طيب نرجع لالإكزامة راديولوجيك يعني الإيكوغرافي طيب الإيكوغرافي هذا كيف هاش غادي نستفيده او كيف راح نستفيد منه في عملية التشخيص قولنا احنا عنا الكلينيك تعنا عنا لدولور يكون السوسية مع فييفر ولا مع فوميس مو نوزي وطروبل دو تخنسيسون عنا هذا الطابلو تعنا راح نديرنا بايولوجيك دومون دينا أنفس سي ار بي بيته اش سي جي غادي رابد مون من نقارعوا هادو حتى يخرجوا نرسل التحاليل باش ندير التحاليل وبعد نرجع ندير راديولوجي راديولوجيا غادي ندير او برمير انتونسون سي ليكوغرافي ليكوغرافي طبعا بيعتمد على الإنسان اللي بيعملوا على كذلك طبيعة المريض ممكن يكون المريض مرأة حاملة ممكن يكون سمين مانطيكش نقضب الابونديسيت ولا الابونديس ماذا غادي نشوفه احنا في الايكوغرافي اللي غادي نديره كيرانا نحوسه إلا كان عندنا ابونديسيت ولا لا الموالي الموالي ما فعله الابونديسيت ينصيبه أكثر من ثمانية مليمتر القان 새 ملك استخدمنا الناقص للغاية ملك سوف نصيب البرو أكثر من 3 ميلي متر سوف نصيبها في الإيكوغرافي نحددها هذه هي شارة أو رمز أو علامة سوف نصيبه في الإيكوغرافي هذا يشير أنه عندنا سوف نصيبها في الإيكوغرافي ثاني تجمعات دخلت من الفضلات دخلت في الابونديس وبلعتها وبعد صراء ستيركوليت التهاب أدى إلى الابونديسي سوف نصيبه الإيكوغرافي لأن الإيكوغرافي بذاته هذا الإقزام راديولوجيك سوف نصيبه الإيكوغرافي واضحة فيه مثل المثال على الإنتستينال الذي سوف نرى في الميكي ملدي أنفلاماتوري كرونيك مثل الملد دوكرون يظهر المرض على شكل والملد دوكرون الملد دوكرون يصدر عندنا أنفلامات ويكون أوتو إيمون هذا طبعا مثال على كيف عمل لاس بي أونكوكارد وين يكون؟ هذه عملية القطع التي هي هذه الابونديسي بتاعنا اليد تاع الإيكوغرافي أو الأداء التي تصور أو تدير الرنين أو الموجات الصوتية ترسلها هذه تعطينا لاس بي أونكوكارد وهذه التي تعطينا لديامتر هذه عملية إسقاط وهذه حسب اتجاه التصوير المستخدم الذي يكون في المصور طيب إذا كان الإيكو أبدومينو بلفيان يعني وصار عنا دود دياغنوستيكلاد نذهب إلى تديام تديام عنده فالور فالور يعني اليكوغرافي يعني في حال صبنا في تديام انو فالور يبنط إذا اذا صبناها اه في حالة الشك ما نقولوش بلي لكن نحط احتمالية بالصح اذا صبناها مرمال معناها هذه معناها يعني اذا اعطانا انه في التديم نيجاتف سمالي راهي نيجاتف يعني ما كاش طيب هذا بالنسبة للتديم ليس ينون فافور اللي هم ديامة روي الهيبير اتروفي يعني نفس اللي سنشوفهم في اليكو سنشوفهم في التديم بالصح بناء على البرامتر تاع تديم ايش بذاته الان احنا هيك مبدئيا بنكون عرفنا مشان ندير الدياغنوستيك بوزيتيف انه عندنا بارتي كلينيك و بارتي و باراكلينيك كي كومبوزيت دو بارتي راديولوجيك و بايولوجيك داخل لا كروجات للثحب العراديو هي رائوب ايكو غرافي على ايكو غرافي كيف اعمل يكو بيالا كامل السبي يكوم الغريوجيك لدينا ايبيرلوكوسيتو سير بي اكثر من ثمانية وكلنا اذا اقل من ستة ممكن نكون في حالي مازال لابون دي سيت يضنوديبو والبيت ايجاجي باش نيلميني الديكوز جينيكوليجيكوم لوكروسيس اكسترا اوتيرين وهذا نطلبه للمرأة في عمر الحاملون طيب الان احنا باش ناكزاميني الفوس اليك درواء اللي هي قولنا البواندو ماكبرني اللي غادي تكون في الوسط البواندو ماكبرني اللي غادي تكون في الوسط بين اللي تير اكستيرن اللي دو تير انتيرن انتر الامبليك اللي بين اليك انتيرو سوبريور عرفنا بلامبير كيفاش نحاوس عليها نديرو دي كومبريسيون ايش دو فوس اليك درواء كي بروتال والمريض غادي يزقي من الالم والسي ندرو في زنج اللي هي نديرو كومبريسيون على الفوس اليك غوش الكمبريسيون هذا غادي يعطينا دي سونساسون دوليوغوز على الفوس اليك درواء طيب الان اطريتي دو لسانتي في الدومي الدوز اعطونا ترياد غادي نحاوس عليها بناء على هذا الترياد اللي هو دولور الفوس اليك درواء سير بي اكثر من ثمانية ميلي جرام بار ليتر واي بير لوكو سيتوز غادي نحاوس على هذا الترياد بناء على وجوده او عدم وجوده عنا حالتين عنا اللي هي الدياجنوستيك دو لابوندسيت ايجو سوا فابل سوا الان قبل نبدأ هاد الموت اللي هي باللون الاحمر لازم ركسوا عليها ان او كان سيني كليني او بيولوجيك نادو فالور سوفيزامن ايه ألوه برميت دو كنفيرمي او اكسكلور او او دياجنوستيك يعني ما في عنا قيمة بيولوجية او يعني ما ما في عنا كريتير بيولوجيك او كريتير كلينيك يعني سيني كلينيك او سين بيولوجيك لوحدها كافية انها تعطينا دياجنوستيك بوزيتيف كان عنا حالات وينكون سيني واحدة كافية انها تعطينا دياجنوستيك والتي نسميها هادي سين بيولوجيك بالتالي وجودها يدل مئة بالمئة على وجود ايش المرض الفلاني او الحالة المعينة الان في حالة لابوندسيت في عنا كلنا ترياد اللي هو الدولور دون الفوس دلور دون الفوس اليك دوروها دولور اسكو كاين ديفونس ولا ما كاش ديفونس طبعا شرحنا معنى ديفونس انه كي تدير كومبريسيون على الفوس إليك درواء خلال عملية البالباسيون في الإجزامة دولازون دابل اللي هي الفوس إليك درواء غادي المريض يولي شو يسحب نفسه أو يعني يهرب من عملية البالباسيون عملية الكمبريسيون على الفوس إليك درواء فهذه هذي اللي منسميها ديفونس سير بي إذا بادو ديفونس والسير بي أقل من ثمانيو اللوكوسيت أقل من عشرة يعني ما في عنا إبير لوكوسيتوز منقول إنو دياغنوستيك تعنا مالو فابل يعني إيش نحاول نحاوس على لزوترو كوز أو أوتخو دياغنوستيك إذا كان عنا دولور مع فوس إليك درواء ديفونس كان عنا ديفونس وكان عنا سير بي أكثر من ثمانيو يعني إذا دولور مع الثلاث مع التخياد طيب في عنا إجزامي اللي كي بو كونفرمي أو يسكرونه اللي هو السكانير السكانير كيما قادر يكونفرمي لنا وجود لبونسيد قادل تماما كيما قلنا قبل شوية إنو يليميني قاع الدولور عفوا لبونسيد يعني وجودها من عدمها طيب الآن هون الكاركتير الراديونت هو تعالى دولور نحاوسه كيرا نحاوسه على في الدولور تعالى بونسيد الدولور تعالى بونسيد نيباء الراديونت خاش كاين دي دولور كما الدولور اللي يجي في الكوليسيستيد يكون دولور الراديونت فير لبونسيد دروى سمالي كي ينصقصوا المريضة تعالى الدولور هذا راه يطلع ولا ما راه يطلع يقول لك راه يزيد بالصحراء في بلاستو هذيك البوندو ماكبيرني سمالي هذه إشارة تؤكد انو هذا الدولور كي يلوكاليزي دول فوس اليك دروى وبالي هذا الدولور هو دولور دورجين البونديكولير طيب الآن بنيجي على الدياغنوستيك ديفيرانسيال الدياغنوستيك ديفيرانسيال ممكن لكوزها ديكونه إيش انتخا أبداومينال أو إكستخا أبداومينال طبعا إكستخا أبداومينال يعني مثلا في البلفي ممكن يكونه جينيكولوجيك ممكن يكونه أغينيخ طبعا جينيكولوجيك راح نذكر أربعة يعني من الليجاتيولوجي اللي بودونيه يعني دي كاركتير بخوش اللي هي السالبنجيت طبعا شو السالبنجيت السالبنجيت هي لان فلاماسون دي تخوب دوفالوب اللي هو السالبنجيت طيب كيف إحنا ممكن نميز السالبنجيت يعني باش نتأكد هذه سالبنجيت ولا أابوندسيت غادي نروحوا نشوفوا طبعا السالبنجيت تخوب دوفالوب ديركتم هذي هذي نحوص عليها عند لا فهم ما غدا نحاوسه عن طلاجه اذا كان عنده صالبنجيت ولا لا. بس كوران نقوله ديكوس جينيكولوجيك. طيب الدولور كنا عنا دولور ايبوغاستريك. طيب هذا الدولور ايبوغاستريك. اللي كنا في غالب الحالات بيكون دولور دون لفوس اليك دروة. هنا الدولور غادي يكون ايبوغاستريك. وغالبا بتكون في هذه اللي لا فهم تكون في البيريود اكتيفيتاج. في عنا في مرات فاجيش نال اسوسي و دولور وتشي فاجيش يعني ايجات عنا مره هي عنده دولور في في الريجون ايبوغاستريك هذا الدولور في بقون خلال البيريود دا كتيل في عنا ودينا سيصيبنا ايش دولغ أوتوشي فاجينال وصبنا سين دوساندروم انفكسيو أو الكاركتير دوساندروم انفكسيو راح نخميمه بللي عنا سالبنجيد طيب وش غاد نخميمه موتاني في الديكوس جينيكولوجيك كلنا ديجا لاجروسيس اكستراوكتيرين سماري غاد ندموندولو هذا اللي هو البتا هش سي بتاشي جي اللي هو برودي بار لبلسونتا والاندومتريوز لكن هذول ايش بفركو عن السالبنجيد انه بادو سيندروم انفكسيوز سالبنجيد انفلاماسون سماري في عنا ايش سين ايش دانفكسيون سين دانفكسيون سندروم انفكسيوز في حين انه والاندومتريوز منحددهم بالإيكو غرافي والبيتا اش سي جي طبعا هذي افي ايش او جينيكولوج اذا في حال شكين انه هذي مش ابوندسيت فى حالة اخرى اول كنا مثلا بيتا اش سي جي بوزيتيف او في الايكو اصبنا ايش دانفكسيوز طيب هذا بنسبة لكوز جينيكولوجيك كنا هذو دي كوز اكسترا اب دومينال نيجل لكوز ارنير سي لانفكسيون سندروم انفكسيوز غادي نديرو ايش اكزامة اه ربيد اللي هو بوندليت ارنير الاكزامة سيتو باكتيروجيك دي زورين اللي نجيبو اللي هي عينة دي شونتيون تاع الليزوغين ونديرو البوندليت هذي فيها وغادي يعطينا كيم كيمة هنا كاين لوكوسيت كاين نيتريت والبي اش وكاين دم اماتوري اللي هي تصرب الدم في الليزوغين هاذن اللي كوز اكسترا اب دومينال اللي ممكن يعطونا الطابلو كلينيك يكون يعني هو دياجنوستيك ديفيرونسيال مع لبوندسيت كوز جينيوكولوجيك اوغينيغ اوغينيغ عند المرأة والراجل وجينيوكولوجيك اللي هي اللي صالب نجيت جروس اكستراوترين دي اوفولاسيون دولغوز واندومتريوز كلنا الصالب نجيت في عنا سندروم انفكسيوز غالبا ودولور ايبوغاستريك في بيريو داكتفتي جينيثال وكين ديرتوش يواجينا نصيب دولور الدياجنوستيك ديفيرونسيال انترا اب دومينال اللي هو في داخل الكافيتي اب دومينال ممكن يكون عنا ممكن يكون عنا طبعا هنخلينا نعلم عليها ميزون تيغيك ممكن ميزون تيغيك ممكن يكون عنا ايش ابوندالجيت وممكن يكون عنا ثاني اللي هي غاسترون تيغيك ايدي في ارتكول دوء ميكل وش معنى كل واحدة من هذول ادينو لينفيت ميزون تيغيك اللي هي في عنا اللي هو التهاب لل 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 للعقد الانفاوية ولا ادينو لينفيت بيكون في الميزون تيغيك غالي نديرو ايكوغرافي او سكانار ونصيبوا انو دولور بادو ديفونس خاتش ديفونس هذا كاركتير تاع لابوندسيت تاع دولور درجين ابوندسيتير والابوندكولير وغالبا بتكون عند لانفونس ما لجا عنا انفون مع دولور دولنا فوس الياك درواء ايه بادو ديفونس ديرنا ايكو وصيبنا هذي ادينو لينفيت ميزون تيغيك اذا كان عنا دود دياغنوستيك نديرو اصبتاليزاسيون باش نيلي باش زع ما نكونوا حاضرين في حال صار اقرباسيون ونقارروا 24 ساعة علاش نقارروا 24 ساعة لانو طبل قليل كنا انو واحد من كاركتير تا لدولور او في الابون ديسيت انو غادي يصر اغرافاسيون او اغمونتاسون دولانتون سيتي دولار دولور في ال 24 او يطلع بالسياسة الدولور تا الابون ديسيت في الفوس الاجدرواء يطلع بالسياسة طيب اذا اغمونتاسيون تا دولور هذي زادت خلال 24 ساعة قلنا هذه ابون ديسيت ايغو طيب اذا كان عندنا سيم بريتونيال سيم بريتونيال يعني مثلا صبنا انو في عندنا اغيتاسون بريتونيال خلال البركوس نصبنا انو ابدومين انبوا قلنا ندير اكسلوراسيون شيرورجيكال بالسيوليوسكوبي هذا يكون ضروري مشان نالمنو اي حاجة قراب او يعني تحتاج بريتون شيرورجيكال ربي كنا في حالة كان عندنا سيم بريتونيال هي إيراتاسون بريتونيال طيب الابوندالجيت الاماجيري سول قادر انها تعطينا ايش دياغنوستيك بوزيتيف او نيغاتيف الابوندالجيت الدولور بيكون بيكون ديبو بروتال في حين انو الابوندسيت بيكون فيها الدولور مالو بروكريسيف خلال اول 24 ساعة يعني النوص اللي شفنا قبل شوي في الادينو الانفيت ميزون تيريك غادي نعود هنا انو ديبو دولور دول البندسيت ديبو بروكريسيف في حين البندالجيت بتكون ديبو بروتال اللي وبا ديبير لوكوسيتوز وسين بريتونيال انفس إليك درواء يعني سين بريتونيال انفس إليك درواء مع ديبو بروتال وبا ديبير لوكوسيتوز والإيماجيري قادرة الوحد بدون نحوس على هذا تكون انو هذي ابوندالجيت طيب شو منعطي المريض نعطي انتي انفلاماتور خلال 12 ساعة اذا كان امليوراسيوم فهي ابوندالجيت يعني تعالج الانسان اذا ما كان عندنا امليوراسيوم ندير اكسبلوراسيوم شيروجيكال مشان ندير امليور 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 الگاستروانترييت غادي يجي عندك مريض عنده دولور ابدمينال غالبا بتكون مصحونة مع دياري وفوميس مو وفيفر هذي الگاستروانترييت نعطي انتي بايوتيك هذي بتكون على مسافي من الجونكسون غالبا في العمليات الجراحية اللي بتكون لاجل الابونديسيت غادي يعني الابونديسيت اكتومي اذا ما صبنا عندنا ابونديسيت نحاوسو بشغل سيستيماتيك على تكون هي السبب او هي الانفلاماسيوم في هذي ويتم استقصالها في الخلال في نفس العملي طب هيك بنكون شوفنا الدياجنوستي ديفرونسية اللي هي intra-abdominal اي extra-abdominal كلنا intra-abdominal عندنا الدياجنوستي ميزونتريك بانضل جيت غاسترونتريك ودفرات كالدميكل واكترا-abdominal كلنا جينيكولوجيك شهي لفا وورنير شهي لفا وشهي لوم كلنا الوريناير سيستطيع ربيد ما اللي هو ايجزام سيطو بكتيريولوجيك دي ايه دي دي او طيب بالنسبة طبعا تريتمو سي تريتمو دوباز اللي هو ميزون كونديسيون طبعا هذا يعني اسبيتاليزا نصوم هذا المريض تعنا خشكين عندنا احتماليا كبير رجل ندخل العملية يعني ندخل المريض تعنا ندخل اسبيتاليزا نخلي على حالة من الصيام جون و بعد انستيزيست بعد انشان ندير ابون دي سيتكتومي زاد انتيبايوترابي بروفيلاكتيك يعني ندخل المريض تعنا اذا كان ستابل ندير ابوندوسيتكتومي استقصال للابونديس اللي صار فيها الانفلاماسي ومبعد ندير انتيبايوترابي بروفيلاكتيك اللي هو قاي طيب انك دي فورم كومبليكي غاد انتريت لكومبليكاسيون بعد ندير ابوندوسيتكتومي طبعا ممكن تكون ابسي ابوندوسيت هذي ابسي دي وبعد يصر اللي هو اريتاسون بيرتوان طبعا احنا في حالة هذي عنا خلينا نشوف الكمبليكاسيون فورم كومبليكي اللي هو ابسي ابوندكولير او اللي هي انفلتراسون انفلاماتور ديفوز او بيريتونيت جنراليزي بيريتونيت جنراليزي اللي هو لي устرر اللي هو لمットع ويضي البرو تصلب طيب ممكن то على مراحل يعني البريتونيت جنراليزي ثم او ان طيب ممكن يكون ابسي بعد بلاستث rated بيريتونيت جنراليزي ممكن الك Clapham ضربة واحدة يمكن أن تأتي ضربة واحدة وممكن أن تأتي على مرحلتين يأتي بلاستخول اللي ينفلتراس ومع ذلك يصبح البروتوني الجنراليزي طيب شو ننصيب؟ ننصيب أنه خلال التوشيريكتال في البروتوني الجنراليزي نصيب ديولور انتونس وهذا البروتوني الجنراليزي سيتنورجون سيروجيكال يعني الكمبليكاسو ممكن تكون أبسي أبونديكولير هذه إذا كانت عند الأبسي حابسة نعالجوا الأبسي أبونديكولير تعنا وبعد مدة حتى يستابلز الملد تعنا وتروح لابسي هذه ونشوف بلّي العلامات الحيوية مستقرة عند المريض نديره العملية تاع الأبونديكولير والبلاسترون كذلك طب البلاسترون هذه نحن نصيب أنه المنطقة في حالة البلاسترون هي حاجة مثل الدرع طبعا لكن ما بتكون جنراليزي في قاع البرواء أبدومينال مثل البروتونيت خلال البروتونيت هي الكمبليكاسيو ماجور تاع الأبونديكولير البلاسترون نصيب عندنا ريجون مالليميتية يعني غير محددة على العكس الابونديسية التي هي تي بيك اللي بيكون عندنا بوين دومك بيرني اللي هي بتكون هذه دول غوز أو يعني حسب مكانها الأناتوميك اللي شفناهم قبل شوي نروح نصيبه أنه عندنا ريجون دولو غوز مالليميتية يعني مش قادرين نحددوها للألم منشرة لكن بشكل غير منظم ونصيبه هذه المنطقة مالها روج يعني فيها نوع من الإحمرار لديه أنه في عندنا هون رياجون انفلاماتور طبعا نحن ننسيو أنه إذا صبنا أبس نعالجوها إذا صبنا بلاستخون نعالجوها حتى ما نصل للبيروتيني الجيناليزي لأنه أرجون شيروجيكال وقراف طيب بعد ما شفنا كل هذا في عندنا هون إيش لا اللي هي اللاغب ديسيزيوني لتعلى بريزون شارج دياغنوستيك راح نمر عليها بالخف هذه اللسوس تاعه هو الكوليج كتاب الكوليج في في الطب طيب الحالي هون إنه بكلنا دياغنوستيزيوني لأبونديسيد شهي لأدول أجا عنا إنسان آآ بالغ أدول أدول وشكينا أنه عنده إيش أبونديسيد شا نديرو له عنا يا بيكون أبسنس دولاترياد اللي اعترنا عليه من شوية اللي هو ديفونس انفرس إليك درواء أبسنس دولوكوسيتوز وأبسنس دو سي ار بي أو بيكون عنا الترياد موجود وعنا حالتين أخرى اللي هي سيس ولمون أو دوز المون يعني اثنين من ثلاث من هذا إيش الترياد طيب نيجي في حال كان الترياد هذا غايب كلكو سوال وباسيون فيبل وبروبابلتين نديرو سورويونس كوندويتا تونير سويفونت كونتكس كيف يعني يعني المريض تعنا هذا ما عندوش الترياد سمالي للبروبابلتين يكون عندو ابو نسيد ايقو فيبل نديرو ايش سورويو نصراك بالمريض تعنا ونشوفو التطور تعو ممكن تكون في البداية ممكن تكون الحالة جديد ممكن يكون غادي يدير لنا ايش ابو نديسيد لكن ما زالو في الحالة البداية نقرعو في حال صرات عنا لليسين او وجدت ليسين تعالى ابو نديسيد ديروكتمو نديرو لابريزون شرش تعالى ابو نديسيد طيب إذا كان عنا اللي هولو ترياد كيه كومبلي منشوف اذا كان انسان كبيش شاب في العمر يعني اوم جون فورت بروبابلتي انو هذي ابو نديسيد سمالي غادي نديرولو ابو نديسيد اكتومي مباشرة اذا كان سوجي اجي او فام جون غادي ننخممو ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون اكستراترين اي ام فيكشون ورينير اكسي كلو كانوا قالونا قابل انو توت فام وناجدو بخوكيه اذك دولور اه ابو نديسيد اكستراترين جوسك او بريف دي كونتريال طيب الان قلنا له ترياد كان بريزونس دولا ترياد كيه كومبلي ترياد هذا تعنا مالو كومبلي اوم جون فورت بروبابلتي ابو نديسيد كتومي ليش لانو ابو نديسيد غالبا يعني نديرو بريزونس شارج ديريكت لكن اذا كان سوجي اجي او فام جون بظل عنا ما هيش خليلة ما هيش بزاف غادي نحاوسوا على صورة واحد اخرين نشوفو اذا كان سوجي اذا كان طبعا البروبابلتي انترميديير تيجي كيكون عنا لترياد كومبليت عند سوجي اجي او فام جون او كيكون ترياد اثنين على ثلاثي يعني مشي واحدة لا اثنين من الثلاث موجودة او الثلاث موجودات عند سوجي اجي او فام جون يعني اللي هي عند احتماليين يكون عندها اغروسيس او انفكشن ارونير متوقع. طيب نيجع البروبابلتي انترميديير شا هاد نديرو كي تكون البروبابلتي انترميديير طبعا احنا بناء على تحديد البروبابلتي سوى فربر سوى فورت سوى انترميديير من بعد يتباعها كي يتكون فورت بابن الدستكتومي فى بربا بلتي في عنا حسب كل حالي اذا كان سوجي او باز غادي نديرو إذا كان فام جون غاد نديرو إيكوغرافي أم برميار انتونسون يعني هنا يا سو واحد مع احتمال مع يعني أبسانس دان دي تخوز إليمان دولات رياد نشوفوا سو جيه أوبيز وفام جون نديرو إيكوغرافي أم برميار انتونسون صح اذا كان عندنا إيكوغرافي بوزيتيف في السو جيه أوبيز وفام جون مع ربابلتي أنتير ميديار شغل نديرو غاد نديرو إيكوغرافي اذا كان نيغاتيف غاد نديرو سكانير كذلك سو جيه اجي سو جيه اجي رح نديرو سكانير وشكونتين نديروا سكانير نديروا سكانير في حالة كان الإيكوغرافي اللي هو مع الأشخاص اللي عندهم probability intermediary نديروهم TDM أو سكانير سكانير إذا كان بوزيتيف أبونتسي ديكتومي إذا كان سكانير نيغاتيف نشوفوا سجي أوبيز إسجي أجي سيغيونس بريزون شارج سيوتر ديقنانستيك إذا كان عندنا جون فام أفي جينيكولوجيك إذن بتمنى يكون اللابونتسيات بشكل عام واضحة يعني النقاط الأساسية وإذا كان هناك أي سؤال أتمنى أنه يتم كتابته في التعليقات وأسأل الله إن شاء الله لنا ولكم التوفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته